السلام عليكم يعطيك العافية حبيب الطلاب الآن بعد ما انتوا خلصتوا المراجعة اللي أنا عملتلكوا إياها للوحدة الأولى والوحدة الثانية من ماذا التوجيهي في كثير منكم طلبني أستاذ بدي أسئلة مميزة بدي أسئلة أقيس مهاراتي فيها بدي أسئلة تكون يعني هيك إنه لو الوزارة بدها تلعب شو ما تلعب معنا في امتحان التوجيهي شو ممكن يجي جميلنا زيها يا أستاذ الآن جبتلك هاي الأسئلة جهزتلك الملف 28 سؤال على البناء الضوء والترفيس الخلوي على الحسابات ركزتلك كثير عشان أفرجيك قديش المادة ممكن أنت تحكم قبضك عليها الطالب إذا كان فاهم شو ما تجيب له أسئلة بتجاوب نحكي بسم الله ونبلش يب بسم الله نيجي على السؤال الأول هون نحكينا السؤال طلع السؤال كيف افهم السؤال قبل ما تجاوب وينتبه للدقة الموجودة في الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم أحد الآتية لا ينتج خلال حدوث التخمر الكحوري أنت بتعرف التخمر الكحوري بينتج لك إيش؟ مثلا بيروفيت ينتج؟ نعم ينتج ليش؟ لأنه في التحلل السكري قبله حمض اللاكتك لا ينتج هو من نواتج تخمر لبني CO2 أكيد بدي ينتج كحول إيثيلي إيثانول برضو أكيد بدي ينتج الآن بيجي حدا بيقول لك أستاذ طب البيروفيت ما بيهما بينتج في التخمر الكحولي سيدي الآن هاي الأسئلة تمسي يغتها بحيث أنك تجاوب على السؤال من خلال الخيارات المعطى قدامك ما بدنا ندخل بتفاصيل أنه هذا السؤال صح هذا السؤال خطأ ندخل لحدا يلعب في عدلة الآن راح تشوف أسئلة أنت السؤال ممكن يكون له ثلاث إجابات طب كيف أنت بتحلو؟ تحلو بناء على المعطيات خيارات اللي معاك فقط لا غير ما جاء السؤال للبعد سؤال رقم اثنين السؤال بحكي لنا أحد المراحل الآتية تحتاج إلى مرافقات الأنزيم التحلل السكري آه بده بده ناد بلس صح بده سلسلة نقل الإلكترون آه بدها الناد أتش والفاد أتش تو عشان تأكسدهم تمام أكسدت البيروفيت ولا جميع ما ذكر أكسدت البيروفيت بتنتج آه ناد أتش آه صح أستاذ ناد أتش فهي بدها الجواب هون جميع ما ذكر يحتاج إلى مرافقات الأنزيم سؤالي بعده بحكي لنا السؤال أي الآتية يمثل المنطقة التي تحوي بعض الأنزيمات اللازمة للتنفس الخرمي الآن بيجي طالب بيقول لي أستاذ الحيز بين غشاء صح بيجي طالب ثاني بيقول لي الغشاء الخارجي لا انساه الغشاء الداخلي أكيد طيب والحشوة طب ما هي الحشوة هي اللي بصير فيها أكسدت البيروفيت وبيصير فيها مين كمان حالقة كريبس فجوابي هون هو إيش هو الحشوة لأنه لم يتم ذكر معلومة أن الحيز يحتوي على إنزيمات في الكتاب ولا الغشاء الداخلي ذكر فقط أن الحشوة تحتوي على إنزيمات تمام نيجي على السؤال اللي بعده المركب الناتج مباشرة لاحظ على كلمة مباشرة عند تحرير جزيء CO2 من جزيء البيروفيت في غياب الأكسجين يعني أنا ما عندي أكسجين أوكي وروح تحررت جزيء CO2 من البيروفيت شو الخطوة اللي عملت هون بكون حولت البيروفيت إلى أسة المرافق إنزيم ألف هل هذا الكلام صح؟ لا ما هو قلق غياب الأكسجين معناته هون أنا بدي أنتج مباشرة إيش بدي أعمل تخمر التخمر هون ممكن يكون لبني وممكن يكون إيش كحولي تمام هاي بس تثنيها ما إلها دخل تمام الآن بما إني أنتجت CO2 معناته بحكي عن تخمر كحولي معناته بلغي التخمر اللبني تمام بده الآن الإثانور صح والأستيل ألديهايد صح بس هو بده مباشرة أول إشي يتم إنتاج مين؟ الأستيل ألديهايد أما الإثانور كحول إيثيلي فهو ناتج نهائي غير مباشر في النهاية بسيئة كيف السؤال؟ حيلو نجي على السؤال اللي بعده نحكي لك عنده استهلاك سبع جزيئات غلوكوز ركز لي على الرقب لأنه في الحسابات للتنفس الخلوي والبناء الضوئي بالركز حكينا دائما على عدد الغلوكوز طيب عنده استهلاك سبع جزيئات غلوكوز داخل خلية بالتنفس الخلوي أوكي فإن عدد الناد أتش الناتجة من التحلل اللي جليكولي وعدد ATP المباشرة نحلم واحدة ووحدة الآن عدد ناد أتش الناتجة من التحلل اللي جليكول السكري كل واحد غلوكوز بعطيني اثنين ناد أتش فاثنين في سبعة بيطلع معي هلق قديش؟ 14 عدد الـ ATP المباشرة الناتجة من حلقة كريبس الآن كل حلقة كريبس تنتج لي واحد كل واحد غلوكوز بيعمل لي حلقتين كريبس صح؟ لأنه كل واحد غلوكوز بيعطيني اثنين بيروفيت بتحولوا لاثنين أست المرافق أنزيم ألف كل واحد أست المرافق أنزيم ألف بيعطي حلقة كريبس فأنا عندي اثنين حلقة كريبس يعني اثنين ATP مباشرة من كل واحد غلوكوز سبعة ضربة اثنين بيطلع ما يقدش هم برضو؟ برضو 14 تمام؟ إذن هاي 14 وهاي 14 عدد الـ CO2 المنزوعة لتكوين إلى أست المرافق أنزيم ألف هاي الخطوة لأقصدت البيروفيت إلى أست المرافق أنزيم ألف الواحد غلوكوز بيعطيني اثنين بيروفيت كل واحد فيهم بيعطيني واحد أستيل بيتم نزع واحد CO2 منه فالواحد غلوكوز بيعطيك اثنين CO2 في هاي الخطوة سبعة في اثنين برضو هم قديش؟ برضو 14 تمام؟ شوف السؤال كيف؟ السؤال بيخليك تراجع كل التنفس الخلوي هو نسيق الأسئلة الصحيحة وعدد مين؟ نات أتش الناتجة من حلقة كريبس أوكي حلقة كريبس الواحدة من واحد غلوكوز بيعطيني ستة نات أتش ستة ضرب سبعة ستة ستة ثلاثين وستة اثنين وأربعين إذن هاي أربعين اثنين وأربعين فطلي ما هي أربعطاش 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 اثنين وأربعين على الترتيب وينها؟ أربعطاشات واثنين وأربعين جواب إيش؟ جواب ألي تمام؟ طيب نيجي على السؤال اللي بعده جميع الآتية مركبات ثلاثية الكربون ما عدا قليسارين وهاد الفوسفا بيجي ايه؟ تمام؟ حلق اللبن أوكي هذو بيكون إيش؟ ثنائي بيروفيت بيكون ثلاثي الكحون الإثيني بيكون ثنائي لأ هذو بيكون ثلاثي برضو فالكحون الإثيني هو ثنائي الكربون ليش؟ لأنه أنا بيكون جبت غلوكوز ماشي حولت لإيش؟ لا أستل كهيد أستل الضهيد حلو وهون حولت لإيش؟ لكحون بيكون نزعت أنا هون إيش؟ بيكون نزعت اللي هو السي أو تو شان أنتج طيب فالجواب هنا الكحون الإثيني كما عدد الإي تي بي المباشرة وهذا السؤال اللي عمل لكة هذا السؤال انطرح يعني فيه كثير أماكن عند خبراء وأنا بعرف شو بحكيه بقول خبراء مش من باب فرد عضلات لا هذا السؤال من الأسئلة اللي ممكن يكون إله أكثر من جواب فنركز بالسؤال شوي عدد الإي تي بي المباشرة الناتجة من حلقة كريبس فقط عند إنتاجها بده بس اللي طالع من إي تي من كريبس فقط عند إنتاجها لجزيات سي أو تو عددها عشرين الآن إحنا حلقة كريبس خليك معي حلقة كريبس كل حلقة تنتج لك قديش سي أو تو تنتج اثنين صح؟ لأن اثنين واثنين أربعة آه تنتج ايش اثنين سي أو تو طيب هس أنا عندي عشرين سي أو تو كم أنتجت الحلقة؟ كم حلقة؟ تقسمها اثنين بيطلب معك قديش؟ عشر حلقات كريبس صح صح عشر حلقات كريبس هس كل حلقة كريبس تعطي قديش اي تي بي تعطيك واحد اي تي بي مباشر واحد ضرب عشرة بيطلع الجواب هون قديش بيطلع الجواب عشرة بيطلع الجواب عشرة لا والله مش هذا السؤال اللي عمين لكه بس نرجع للسؤال اللي عمين لكه تمام السؤال اللي بعده استهلاك التنفس الخلوي ماش أو تو ينتج عنه اي تي بي عددها قديش هس هم بترجع للمؤادلة انت حسب المؤادلة ماشي ستة او تو بعطني ثمانية وثلاثين ستة وسبعين ستة وسبعين تمام طيب المستقبل النهائي للإلكترونات في التخمر اللبني اللي هو مين؟ اللي هو البايروفي تمام لغاية الآن مثل حسابات كثير صعبة هسا بنخش عفقيل يا معنى عدد جزيئات المستحلكة والاتب الناتجة عند إنتاج 6 CO2 من التخمر هسا ما قلّ لبني أو كحولي إنت لازم تعرف قلّ لك أنتجة CO2 مين هي؟ معنى تخمر إيش قصده هون؟ تخمر كحولي بسه يأثر على السؤال على إجابته الآن الواحد غلوكوز في التخمر الكحولي بعطيني 2 صح؟ فأنا عندي ستة معتوا أنا عندي ثلاثة غلوكوز عندي الغلوكوز قديش؟ ثلاثة وكل واحد غلوكوز في التخمر الكحولي هون بيعطيك برضو إيش اثنين ATP بعطيني قديش؟ اثنين اثنين في ثلاثة معتوا هون قديش ستة إذن ثلاثة وستة جواب ألف تمام؟ سؤال 11 معظم ATP يتم إنتاجها في التنفس الخلوي خلال الفسفرة بتاعك سودي واشر ليش؟ أنا بتعطيك ثلاثين أربعة وثلاثين ATP من فسفرة الناد H والفات H2 طيب نجعل لي بعده لاحظوا نحط لك هاي زاعد هاي لا لا بتطلق طيب سؤال 12 أيوا هذا السؤال اللي كنت أحكي عنه قبل شوية عدد ال ATP غير المباشرة من تفكيك خمس جزئات غلوكوز يعني كلمة تفكيك شوفوا ده أحكي شغلي بحكم خبرتين متواضعة والبسيطة في موضوع تصحيح أسئلة الوزارة وصياقة الأسئلة اللي زي هنا مادة الأحياء من المواد اللي بتعتمد على اللغة العربية يعني أحيانا بتلاقي الاتحان كله 49 سؤال ما شاء الله عليهم يجيك سؤال يعتمد على اللغة العربية واذكروا سؤال قد في الوراثة اللي رح يدرس معاي فاصل ثاني رح نحكي له قصة سؤال قد حيث قد كانت تفيد الاحتمالية فاني ما كان فاهم شو معنى كلمة قد شو بتفيك ما قدر يجاوب السؤال الآن هون كلمة تفكيك تفكيك بأفكك في طالب يقول لك التفكيك معناته وفي زملاء أيضا يقول لك تفكيك معناته خلص أكسدا يعني تنفس خلوي هوائي على طول لا تفكيك بس فككت يعني حولت الجلوكوس الى بايروفيت بس طيب اقنعني يا سيدي ما بدي اقنعك يا سيدي ما بتحكي لك يا بطريقة ثانية هذا السؤال للأسئلة اللي بتحلها حسب خياراتها كوي السيح؟ يلا هاي بسطط لك إياها عدد الاتب غير مباشر الناس من تفكيك ايه؟ الجزئيات الجلوكوس هسا أنا الجلوكوس عندي الواحد الجلوكوس واحد الجلوكوس لما يتحول لبايروفيت بيعطيني قديش اثنين اي تي بي هاي بسميها مباشر هو بديه غير مباشر بيعطيني اثنين ناد اتش صح؟ هسا اثنين ناد اتش انا كم ناد اتش عندي؟ عندي اثنين ضرب خمسة عندي ايش؟ عندي عشرة عندي عشرة ناد اتش حسب سؤالي كل واحد ناد اتش بيعطيني ثلاثة اي تي بي يطلع جواب قديش هون؟ مباشرة ثلاثين كيف السؤال؟ السؤال بيجند السؤال بيجند طيب نيجي على اللي بعدها نحكي لنا السؤال هون احد الاتية احد الاتية غير موجودة في الحشوة مش موجود في الحشوة حشوة فيها دي عن ايه؟ اه والله فيها حافظينها وانزيمات اه بروتينات اه غلوكوز بستحيل تلاقي في الحشوة لانه عشان يدخل للحشوة يعني عالمة كندرية بدي يكون صار له تفكيك يعني صار له تحطم صار ايش؟ صار بيروفيت واضحة؟ واضحة سؤال 14 احد الاتية لا تعتبر من المواد الداخلة في مرحلة اكست البيروفيت خلال التنفس الخلوي مش مواد ناتجة مواد داخلة تدخل يعني تمام؟ الان في مرحلة اكست البيروفيت بدي احول البيروفيت الى ايش؟ الى اسيتل مرافق الانزيم الف صح؟ وبطلع معا ايش؟ بطلع معا ناد اتش بطلع معا سي او تو تمام؟ هسا ناد بلص اه داخل سي او تو لا ناتج مرافق الانزيم الف داخل بيروفيت داخل فالجواب هون ايش؟ سي او تو يعتبر من المواد الناتجة وليست من المتفاعلات اللي رح تدخل يعني على التفاعل سؤال 15 اثناء تنفس الخميرة والخميرة من الكائنات تتنفس لهوائيا وتنفسها بنسمي هون ايش؟ تخمر ايش؟ كحولي لانها بتنتج سي او تو اللي بزيد حجم العجين اخدتوها اثناء تنفس الخميرة الاهوائيا ينتج من استهلاف جزعي اي غلوكوز هذا السؤال بتعديل هذا السؤال بتعديل في الخيارات او في المطلوب اللي هون ليش هسا بحكي لك؟ هسا واحد غلوكوز ايش بعطيني؟ بعطيني اثنين كحول ايثيلي صح؟ وبعطيني اثنين اي تي بي وبعطيني اثنين سي او تو بسا بالخيارات السؤال بده ايش؟ جزعي اي غلوكوز يعني اربعة كحول و اربعة اي تي بي و اربعة سي او تو هل في اربعات؟ لا فالسؤال بده بتعديل جوابه رح يكون في سي او تو وكحول ايثيلي ونادأش بس المشكلة في الارقاب بدان فيه لاك تيك لا لاك تيك لا لاك تيك لا تمام؟ ولا جواب فيهم صح اما بنشطب هاي بنعملها جزعي بيطلع الجواب اللي هو ايش؟ دال او بنخليها زي ما هي بنخلي هاي اربعة تتسير اربعة ف اربعة ف اربعة تمام؟ واضحة؟ و اشكر زملائي مشرفين الاحياء عن الانتباه لهاي الاسئلة المشرفين المتقاعدين طبعا مش اللي عرأس عملهم الان و اشكر ايضا زملائي اللي في جروب معلمي و معلمات الاحياء اللي موجودين مقارب ثلاثمائة زميل و زميلة كلهم بكن لهم كل الاحترام صدقا يعني طيب سؤال 16 عدد جزيئات CO2 عدد جزيئات CO2 الكل الناتجة من جميع مراحل التنفس الخلوي عند انتاج ثمانية ATB وياريت وبنادي وبأعلى صوتي بحكي هذا السؤال اللي عن جد انا بفتخر فيك يعني هذا من الاسئلة المتوقع نفس الفكرة تيجي اللي هو السؤال بيكون له اكثر من جواب ولكن حسب المعطيات انت بتجاوب والثلاث جيئات صح بيكونوا انتبع على فكرته كيف ها عدد جزيئات CO2 الكل الناتجة بده CO2 من جميع مراحل التنفس الخلوي عند انتاج ATB عددها ثمانية من التحلل السكري اللي هو التحلل الجليكودي لللي مش منتبه المصطلح طيب لأن انت بعطي لي بيكونوا ATB بيكونوا عن الرقم الATB اللي اعطتنيها في السؤال ما حكيت لك أنا لا مباشر ولا غير مباشر ولا كلي طيب كدك تجاوب هسا اذا بتحكي انت حلل سكري لو مباشر ها مباشر ثمانية ما هو كل واحد غلوكودي بتحول لبيروفيت اثنين بيروفيت يعطيني اثنين ATB مباشر فثمانية تقسيم اثنين لو حكينا ثمانية تقسيم اثنين بيطلع معاي أربعة غلوكودي غلوكودي صح؟ يعني كل واحد غلوكودي مباشر لو حكينا غير مباشر هذا في المباشر هذا في المباشر غير مباشر معناته الناد أكسفل انا قد يعيش ستة بزبطش اقاس بالثمانية على ستة ما بزبط طيب بدي احكي الكلي تعال الكلي اللي هو بدي يكون عندك انت اثنين ATB مباشر واثنين ناد اضرب في ثلاث بيعطيك ستة ستة واثنين ثمانية بتقول له ثمانية تقسيم ثمانية معناته انا عندي واحد غلوكوست طب احل السؤال يا أستاذ انه الATB اللي في السؤال مباشرة مباشرة ولا غير مباشرة ولا كلي فاستغل مباشرة استثنيناها لانه الخيار ما عطيني اياهون الرقم ما بزبط قسم ثمانية على ستة ما بطلع رقم صحيح ماي الان هو انا بطلع على الخيارات بكمل حلي في أخي كطالب ذكي انا في الامتحان عشان استغل الوقت تمام وبيناءا عليه انا بقرر جوابي حسب الخيارات اللي معي الان لو كان ها لو كان الATB اللي طاني اياها قصده فيها الكلي بده يكون عدد الغلوكوز هون قديش اللي هو واحد واحد غلوكوز كم بعطيك سي او تو كلي بعطيك ستة اذا واحد غلوكوز طلع علي بدي يعطيك ايش بدي يعطيك ستة سي او تو هل في الخيارات في عندي ستة لا بس تثنيها طيب اذا اربعة بحكيله اربعة ضرب ستة ويساوي اربعة وعشرين هل في الخيارات في اربعة وعشرين نعم في اربعة وعشرين والله انه هذا السؤال لازم يتزقف له ينعمل له لايكات ينعمل له قلوب حب يعني هذا السؤال بيستحق منصف انا بحكي عنجل هذا من الاسئلة اللي لو اجت هيك اسئلة في الوزارة طالب بنعجي طالب بنعجي يعني ممكن واحد خبير في المادة ويشوف هيك سؤال ويحل بسرعة ويحل على انه ايش على انه واحد او على انه ارط يعني بدك انت كل الاحتمالات تحطها في التفكير الان تمام سؤال بيجنن ها نجعل لي بعده احد الاتية ضروري لحدوث اكسبت البيروفيت الى اسئلة المرافض عنزيم ايدي بي لا لانه بدك حولها الاعتي بي ما باستخدمها في هاي الخطوة ما بتنتج ناد اتش هي ناتج وليس ضرورية للدخول بدي ناد بلس سي او تو اصطى الناتج انا بدي اكسجين لان البيروفيت اذا توفر اكسجين كافي في الخلية يدخل الى الميتوكنديريا ليقوم باول خطوة الى اسئلة المرافض عنزيم سؤال لي بعده اذا تم انتاج 238 اي تي بي من الفاسفر التاكسودية فان عدد ال اي تي بي غير المباشرة التي ساهمت جزئات الفات في انتاجها خلال التنفس الخلوي وعدد اوكسجين المستهلكة الان هو شو بتسوي انت؟ انت اعطاك اي تي بي ناتجة من مين؟ من الفاسفرة من الفاسفرة دائما كل واحد يغلوكوز بعطيني 34 فبحكي انا 238 تقسيم 3034 شوف لي الرقم شو بيطلع معك الرقم شو بيطلع معك انا مش عارف اقسمها انت بيطلع كانو يمكن اطلاش اتوقع ما بعرف قسمها انت اللي بيطلع ما اكون اللي هو عدد اللي هو غلوكوز بيطلع لا سبعة سبعة ضرب اربعة 28 صح هاي سبعة هاي ثمانية وهي اثنين بليت تمام سبعة في ثلاثة واحد وعشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاث وعشرين وعشرين اه والله صح طلع سبعة هايني بيطلع فريرات اطمائه تمام مع الف اذا سبعة ايش هاي سبعة غلوكوز طب انا ليش قسمتي اخوان على 34 لانه كل واحد غلوكوز بعطيني 34 اتي بي غير مباشر اللي هم من فاسفرة تاكشو دي انا عندي اربعة سبعة غلوكوز السبعة غلوكوز بده عدد اتي بي غير مباشر اللتي ساهمة جزئات الفاد اتش في انتاجها طب الفاد اتش من سبعة غلوكوز قديش كل واحد غلوكوز بعطيني ايش بعطيني اثنين فاد اتش تو سبعة واثنين 14 فاد اتش تو 14 بتحكيلو هسه 14 فاد اتش تو ضربها بي قديش ضربها كل واحد فاد بيقيني اثنين اتي بي بتطلبعك الجواب 20 28 اتي بي ممتاز هي طلعت الاولى عدد الأوتو المستهلكة الواحد غلوكوز بده ستة سبعة في ستة بيطلع اثنين واربعين فالجواب هون ثمانية وعشرين على اربعين اثنين واربعين اللي هو جواب هون جواب جين جواب جين سؤال تسعتاش إذا تصاعد للغلاف الجوي اثناش أكسجين خلال مراحل البناء الضوئي فإن عدد سي أو تو التي تم تثبيه تخلى التفاعلات اللاظوئية يعني حرقة إيش كالفن هون بتحلوا على المعادلة بتحلوا على إيش على المعادلة الواحد غلوكوز بده إيش بده ستة سي أوتو بده ستة أكسجين معه تمام طيب أنا عندي اثناش ماتوا عندي اثنين غلوكوز أوكي اثنين غلوكوز هاي شو معنىها اثناش يعني اثنين غلوكوز كل واحد غلوكوز بيلزموا تثبت ستة سي أوتو صح حلو ستة في اثنين بيطلع برضو هاذ إيش اثناش اللي هي CO2 سؤال 20 إذا أي الآثية تحدث في الخلايا الخلايا الكائنات الحية بما فيها اللاهوائية حلقة كريبس بتصير بس في مين؟ في اللي بصير فيها تنفس خلوي هوائي تحلل سكري في الجميع سلسلة نقل الإلكترون صحيح حسب أقول لك ليش الجواب B زائد G هاي في الكتاب حاطين عليها حاطين عليها في الكتاب تمام هاي صح وهاي صح الجواب هايو هذا الجواب دال في الكتاب قال لك الكائنات التي يحدث لها تنفس لاهوائي تستخدم سلسلة نقل الإلكترون وما رح ندخل بتفاصيل خارج عن الكتاب إنه كيف تستخدمها ولكن المعلومة ذكرت في الكتاب وانت مطالب فيها تمام سؤال 21 شو بحكي من السؤال؟ توجد بروتينات في الميتوكندرية إذا نقصده عن تنفس خلوي خلال سلسلة نقل الإلكترون تقوم بضخ أيونات الهيدروجين مدام قل ضخ معناته من الحشوة إلى الحيض وهذا الكلام بيصير لما تنتقل الإلكترونات أثناء سلسلة نقل الإلكترون تمام سؤال 22 عدد الATB اللازمة لإنتاج 6BGA الكناتج نهائي الآن كل حلقة كالفين اللي هي ثلاث دورة تعديك كنتج نهائي 1BGA هذا الكلام يحتاج إلى 9ATB صح؟ صح 9 بضروبها الآن في قديش؟ في 6 بطلع اللي هو قديش؟ 4 و 50 4 و 50 سؤال اللي بعده مصير شوف السؤال مذكاه مصير الإلكترونات المفقودة من النظام الضوء الأول PS1 في التفاعلات الحلقية آه ما هي حلقية؟ يعني شوف؟ يعني رح ترجع لنفس مركز التفاعل اللي انطلقت منه سؤال اللي بعده سؤال 24 دخل 12 H2O في عملية البناء الضوءي عدد جزيئات الأكسجين المنطلقة للغلاف الجوي يساوي شباب هذا سؤال هي أشخاص للأسف ممكن لو انطرع لهم السؤال يجي يحلوا يقول لك كل H2O تعطيني نص O2 تمام ماشي انا ماشي معه معلم هاي الأشياء بتحل انت حسب سيكة السؤال وحسب اللي طالبوا في السؤال الآن بتطلع على السؤال السؤال يحل على المعادلة اللي فيها النواتج النهائية دخل 12 H2O يعني تبنى الضوءي بده عدد الأكسجين اللي انطلق ف12 H2O تعطيني 12 أكسجين مباشرة تمام ايك بحكي بس في طلاب قال لك لا 6 يا أستاذ لا يا حبيب ما تشتغلها هيك يعني حسب سيكة السؤال انا بشتغل هاي بسويها 6 متى لم يقول لك تم استهلاك 12 H2O متى اثناء التفاعنات الضوءية فقط هو انا بتشتغل هذا الكلام طيب سؤال 25 نتجه من البناء الضوءي جزئاء جلوكوز بده عدد جزئاء ثلاثة الكربون التي تم تثبيتها اصلا احنا حسب المعادلة بنحلها هاي الواحد جلوكوز بعطيني قديش 6 6 و 6 الى الـ 12 مباشرة ليش حلها بطريقة ثانية واحد جلوكوز يعني 2 BGAL 2 جلوكوز يعني 4 كل واحد BGAL بدي 3 CO2 4 في 3 12 مرحلة تثبيت ثوسيل كربون تمام متفكرش فيها كثير طيب سؤال 26 بحكينا السؤال الناتج النهائي لمرحلة تثبيت ثوسيل كربون الان انت ما في داعي تخربط بين انه بده BGAL ولا بده BGA ولا بده غلوكوز ولا بده RUBB المستقبل تابعي للسؤال الناتج النهائي لمرحلة تثبيت CO2 تثبيت CO2 بتنتج لك BGA الـ BGA هذا ناتج عن مرحلة الاختزال فجوابي هون هو ايش هو الجواب ألف سؤالي بعده اذا تم استهلاك 36 ATB في حلقة كالفن بشكل عام هون حكي تمام فان مجموع ضرات الفسفات في RUBB الناتجة وعدد BGA التي لم تغادر الحلقة احسن ممتاز الـ 5 وعدد النات المستهلك على التركين هالستين شو بتصويته هو بتقولي 36 في حلقة كالفن حلقة كالفن كلها كل حلقة حلقة كالفن حلقة كالفن بتسهلك لك 9 ATB فانت بتحكي 36 تقسيم 9 9 9 18 18 18 18 36 30 اذا عندي اربع حلقات كالفن اربع حلقات كالفن تمام الان اربع حلقات كالفن كل حلقة احنا شغليها على حلقة وحدة هيا الحلقة الوحدة بتنتج لي ثلاثة R U B P صح؟ ثلاثة في اربعة معناتهم بيطلع عندك اتناعش اتناعش ضرب كم؟ كل واحدة فيهم ثناء الفوسفاف اتناعش ضرب اثنين ويساوي عشرين اربع وعشرين هيا خلصناها اذا اربع وعشرين اربع وعشرين اربع وعشرين بعدين بده عدد البي جي اي ال التي لم تغادر انا عندي اربع حلقات كل حلقة كل حلقة تعطيني خمسة بي جي اي ال ما يغادر خمسة في اربعة بيطلع معك عشرين اذا هاي صح؟ هاي لا هاي لا هاي لا ممتاز الف صفا عدد الناد بي اتش المستهلكة اربع حلقات اربعة في ستة صح؟ كل حلقة بدها قديش؟ بدها ستة ناد اتش تمام؟ اربعة في ستة باربعة وعشرين فالجواب هون ايش؟ هو خيار الف سؤال بيجنن السؤال اللي بعده ثمانية وعشرين بيحكيناك عنده استهلاك ثمنطعش اي تي بي في حلقة كالفن فعنا عدد جزيئات الريبيولوز ثناء الفوسفات المستهلكة آر يو بي بي المستهلكة يمس الناتجة ثمنطعش اي تي بي قسم على اثنين بتقوله ثمنطعش اي تي بي في حلقة كالفن تقسيم قديش؟ تقسيم تسعة معناته انا عندي اثنين كالفن حلقتين كالفن صح؟ ثمنطعش اثنين تسعة هسا اثنين كالفن شو بيعطينا؟ بيعطيناك آر يو بي بي بدي مستهلكة كل واحدة بدها ثلاث ثلاث وثلاث اذا ستة وعدد الجلوكوز الناتج اثنين كالفن بيعطيني واحد جلوكوز واحد جلوكوز وعدد جزيئات غليسرالديهايد او حادي الفوسفات اللي هو بي جي اي الناتجة من مرحلة الاختزال بي جي ايال مباشرة عندي اثنين كالفن اثنين في ستة اذا عندي اثناش بي جي اي الف اذا ستة واحد واثناش ستة واحد واثناش تمام فجوابي هو الخيار الف هو الخيار الف طيب الان نيجي نحكي شغلة ثانية بإمكان اي طالب الان يستفيد من اللي انا حكيت وخاصة طلاب العلمي شباب وصبايا يتقل عافية تبه معاي هون هذا الرقم سفر سبعتين عشرين ثمانين واحد وثمانين خمسة ستة ثمانية هذا الرقم اي اشي بالذكية ابعث لي عليها هذا واحد اثنين تحب تاخذ بطاقة احياء لمادة الاحياء مع الاستاذ سامة شعبان برضو ابعث لي هون واحجز بتاريخ واحد واحد عشرين عشرين اربعة وعشرين راح تكون اول حصة حاسب حسابي انا على امبلش بكير عشان اختملك بكير حاسب حسابي على رمضان وانت المفروض تدور على المكان الصحيح للمعرفة الحقيقية والشخص القادر على تبسيط المعلومة ويدخالها في الدماغ اللي عندك و رفع مستواك وقدراتك مع توفير اكبر وقت ممكن واكبر جهد ممكن شباب الصبايا اخر كل اللي بدي احكيها ممكن الاهال اللي بيسمعونا كمان ما تدرس بس عشان العلامة حاول ترفع من مستوى نفسك في التعليم لانه انت قاعد تبني معرفة وتبني مهارات في نفس الوقت يعني معرفة ومهارات معرفة ومهارات معرفة ومهارات هاي بتستفيد منها في المستقبل في الدراسة الجامعية في الحياة العملية في الحياة العامية ايضا فحاول تدور على المكان الصحيح للحصول على اكبر فائدة والله ولي التوفيق استودعكم الله الذي لا تضيع وداع يتوكل عافية اشتركوا في القناة